وأعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تفاصيل خطة موسم الحج لهذا العام في كل من منطقتين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وستنفذ الخطة خلال ثلاث مراحل متكاملة وللمزيد عن التفاصيل تنضم إلينا وعبر الهاتف الأستاذة نادية العمودي المدير التنفيذي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أهلا وسهلا بك أستاذة نادية ورحب فيك في البداية نريد أن نتعرف على المركز وما هي صفته وماذا يقدم من خدمات تفضل أهلا وسهلا لحياتكم الله وسهلا جميع أوقاتكم أهلا بك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحد الأذرع الموجودة في منظومة حماية البيئة الموجودة في المملكة العربية السعودية ويعنى بالالتزام لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدفار القطاعات التنموية وتحسين جد في الحياة أحنا الحقيقة في المركز نؤمن أن الالتزام هو مسؤولية الجميع وأن دورنا في المركز هو الرصد حالات التلوث وتقييم البيئي وتعزيز الرقابة ورفع مستويات التوعية والإرشاد البيئي جميل سيدة نادية أبرز المهام اليوم التي ستقدم للحجاج وحجاج بيت الله الحرام والخطة التشغيلية التي يقوم بها المركز الوطني لتقديم خدماته في موسم حج هذا العام تفضل نعم أبرز المهام الحقيقة هي مراقبة سلامة وجودة الأوساط البيئية هواء مياه وتربة سيعمل المركز أيضا على إصدار التقارير الدورية للجهات المعنية بحالة هذه الأوساط للاستدابة في حال استدعى الأمر سيعمل المركز أيضا من خلال حملات التوعية بالعديد من اللغات لرفع مستوى الالتزام للأنشطة ذات التأثير التي قد تؤثر على نقاء الأوساط البيئية بالنسبة للحجاج وخاصة في أماكن المشاعر المقدسة وبالتأكيد نحن جزء من منظومة متكاملة من جهات حكومية عندها خطة واضحة في الملامح الحقيقة وأدوار محددة لحج آمن وبطمأنينة لحج العام سيدة نادية أكيد عندكم استراتيجية اليوم ستقدمونها في الحج ما هي أبرزها وكيف تقدموني اليوم جودة خدمات لضيوف الرحمن نعم بنينا استراتيجيتنا هذا العام الحقيقة من خلال دراسة المواسم السابقة وتواردنا والخروج بأهم الدروس المستفادة لإعداد الخطة التشغيلية لهذا العام وخرجنا بثلاثة مراحل أساسية لتنفيذ دور المركز ضمن رحلة حجيج موسم هذا العام وضعنا عشرين محطة ما بين متى والمدينة لقياس جودة الهواء سنقوم بتنفيذ أكثر من 1500 زيارة تشغيلية على المنشآت الواقعة في نطاق المشاعر المقدسة لرحلة الحجيج للتأكد من سلامة الأوساط هواء مياه وتربة وأيضا لقياس مستويات التلوث الضوضائي سنسحب عدد مهول بالمئات من العينات لهذه الأوساط للتأكد من سلامة الأوساط في هلاثة مراحل قبل بدء موسم الحج وهي بدأت الحقيقة ونفذنا فيها 1023 جولة تفتيشية وخلال موسم الحج بذروس مستفادة عديدة بمثل تكون مواعيد سحب العينات ومثل تكون الزيارات التفتيشية بحيث ما تعيق حركة الحجيج وتكون متناظمة ومرنة مع هذا الدور والمرحلة الثالثة هي بعد انتهاء رحلة الحج أيضا للتأكد من سلامة الأوساط البيئية وتنفيذ الخطط التفتيشية والإشراف على إعادة التأهيل في حال الحاجة جهود كبيرة يقوم بها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ونحن نشاهدكم صراحة في كل عام جهودكم كبيرة لتكون هناك جودة صراحة تقدم من خلال البيئة في المشاعر المقدسة المدير التنفيذي بالمركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي الأستاذة نادي العمودي شكرا جزيلا لكم نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه المهمة وفي خدمة حجاج بيت الله الحرام أيضا شكرا